بتوجهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي يستمر العمل في معبر أرقين لإعادة المواطنين المصريين من السودان وكذلك تسهيل عبور العالقين من هناك من مختلف الجنسيات الصديقة وشقيقة وفي هذا السياق تواصل فرق الإغاثة الدولية بالهلال الأحمر المصري جهودها عند المعبر لمساعدة العائدين وأقامت تلك الفرق مركزا لخدمة إغاثية إنسانية عبر معبر أرقين الحدودي وذلك لتقديم خدمات الإغاثة والطوارئ والتي تشمل أو تشتمل على خدمات الدعم النفسي والأدوية والوجبات الغذائية يأتي ذلك أيضا بالتنسيق مع سفارة مصر بالسودان في محاولة لتخفيف حدة المعاناة وتقديم الخدمات الضرورية للمتضررين من الأزمة